السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال التساة تبتدائي. اهلا بكم. رجال لكم تاني مع لسن 6 من يونت 3 منها كونكت بلاس الترم الاول. رجال يا شباب من فضلكم دعما لي او للقناة يعني تعملوا مشاركة تابعتوا الفيديو لصحابكم. اه كده. طيب لسن 6 بنوان writing an opinion او كتابة الرأي. ازاي تعبر عن رأيك اول حاجة رأيي opinion opinion رحلة رحلة سيارة مثلا رحلة مدرسة كلام من دي رحلة طويلة بقى مسافر برا البلد او رحلة هتستغرق فترة طويلة بنقول عليها تجارب يعني تجارب في الحياة مش تجارب في المعمل تجارب في المعمل وما لا تجارب في الحياة الحياة الوقائية اهم او مهم important important تعليم education 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 عنوان title بس يخلي بالك عنوان كتاب او قصة او موضوع او درس دا يتقال عليه اللي title او ما لا عنوان بيت يتقال عليه address مقدمة introduction 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 of course هي main ideas main ideas خاتمة conclusion 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 اتعلم عن learn about learn about learn about يعود be back او come back يعود come back او go back او be back do a project يعني يقوم بمشروع او يعمل بحث او مشروع on a trip يعني في رحلة طيب بقول لك اسهي دي جايب لك اجزاء المقال نكتبه ازاي يعني قال لك اول حاجة بتكتب title بتاعك حتى تكتب مقال تعبر فيه عن رأيك عن حاجة معينة فبتكتب title او العنوان فقول لك ايه are school trips important هل رحلات المدرسية مهمة ولا بعد كتاب تعمل introduction مقدمة فتقول ايه in my opinion مثلا في رأيي school trips are exciting learning experiences دي المقدمة يعني بيقول لك في رأيي رحلات المدرسية هي تجارب اه تعليمية او خبرات تعليمية شايقة ان هي بتخلينا نتعلم حاجات بطريقة بطريقة يعني شايقة شوية بديم اكون لنا متحمسين لها هنا مش زي الاعداء في الفصل والمدرس يقعد ايه يلقنك وكلام من ده لانت بتتعلم وتاخد خبرات جديدة وتجارب جديدة بينك بتزوف الاماكن دي وبتروحها طيب بعد كده ال main ideas بابدأ اتكلم في الموضوع يعني الاول قلت in my opinion وقلت رأيي الشخصي في الموضوع ده وبعد كده بابدأ اقول ايه first of all او at first يعني بداية او بدي ازي بدء كده زي ما بيقوله فا اقول لك في البداية we can learn a lot by visiting new places ممكن نتعلم كتير جدا او معلومات كتيرة جدا عن طريق ان احنا نزور اماكن جديدة when we learn about something in a classroom لما نتعلم معلومة جديدة عن حاجة في الفصل and then see it in real life وبعد كده نشوف الحاجة دي في الحياة الوقائية نشوفها بجد يعني مثلا خدنا معلومات عن الاعرامات ونروح بقى ونشوف الاعرامات بجد we understand it better ونفهم الموضوع اكتر بكتير طبعا in addition يعني بالاضافة او بالاضافة لذلك خلي بالك in addition دايما بيجي بعدها جملة كاملة فاقول لك ايه in addition the school trips are often more interesting than only reading about things in books or watching videos يعني بولك بالاضافة ان احنا بنتعلم اكتر فاقول لك كمان رحلات المدرسية بتبقى شيقة اكتر بكتير من ان انا اقعد اقرأ كتاب او اتفرج على فيديو ان انا تشوف الحاجة بعيني في الواقع كده طبعا تبقى شيقة جدا finally وفي النهاية بنختم بقى البراجراف قالك ايه we can continue learning when we are back in the classroom after the school trip هنكمل ورد وتعاليم وكل حاجة بعد ما نرجع بقى من الرحلات في الفصل عادي we can do a project about what we saw on the trip ممكن بقى نكتب نعمل بحث او نكتب نعمل مشروع عن الحاجات اللي احنا شفناها في الرحلة دي اخر حاجة خالص بكتب بقى conclusion او الخاتمة فعشان نختم فهو ليه to sum up او in conclusion ختاما يعني او في النهاية school trips are a very important part of our education الرحلات المدرسية هي جزء مهم جدا من التعليم بتاعنا i think we should try to go on one school trip every year احنا لازم نجرب او نحاول ان احنا نروح رحلة واحدة بس كل سنة على الاقل يعني اقل حاجة خالص رحلة مدرسية واحدة كل سنة بقول لك بقى how to write about your opinion ازاي تعبر عن رأيك في موضوع مكدوب قال لك يا سيدي عشان تعبر عن رأيك اول حاجة طبعا start with the phrase in my opinion ابدأ الوررف بتاعك او الموضوع بتاعك بكلمة ايه عشان تقول للناس ان ده رأيك الشخصي دي مش لازم يكون واقع مش لازم يكون حاجة اه مسلم بيها مش لازم تكون حاجة صحة اممكن تكون صحة وغلط رأيي ممكن احتمل استغابه الخطأ فانت ما تقول in my opinion يبقى انت فاهمت اللي بيقرأ قدامك ان ده رأيك انت ممكن يكون صح وممكن يكون غلط طيب you need to give reasons ابدأ بقى يديني اسباب لرأيك ده يعني مثلا في رأيي ان مسلا التعليم في مصر مثلا كويس. طيب ابدأ اقول لي يعني شايف ان هو كويس ليه? اقول مسلا ان السياحة مهمة. ابدأ اقول لي ايه اهمية السياحة? مهمة في ايه? تمام? فابدأ اديني اسباب لرأيك ده. ما تقول ليش انا رأيي كزا وخلاص وتسكت. ما انت لازم تفهمني. ده رأيك ده ابنان عن ايه? اممكن اقتنع يا اخي. طيب بعد كده قالك بقى استخدم بعض العبارات زي ايه? بداياتا دي بقولها في اول جملة كده وانا ببدأ البارغراف. بالاضافة لذلك في النهاية او اخيرا. اتخدم طبعا comments after these adverb phrases. بعد ال adverb phrases او العبارات الظرفية دي بنستخدم دائما بتجيب قمى بعد كل واحدة فيهم. بعد كده بقى في النهاية خالص بقول ايه? يعني في الختام او في الخاتمة او في النهاية. بقول لك in my opinion all children should learn music at school. رأيي يا روك كتب لك موضوع كمثالي يعني على اللي احنا قلناه. بقول لك في رأيي كل الاطفال اللي بتعلم موسيقى في المدرسة. طيب ليه عم? قالك first of all i think that play music is a good way to relax. والله بداياتا كده انا شايف ان الموسيقى هي طريقة كويسة للإسترخاء. بالاضافة لذلك learning music is a good way to be creative and use different parts of your brain. كمان بالاضافة لذلك تعليم الموسيقى وتعلم الموسيقى هي طريقة كويسة عشان تزود حسك الإبداعي اكتر واستخدم اجزاء اكتر من مخك. او الله انا رأيي الشخصي ان قراءة القرآن احسن من الموسيقى متمره. بتعمل تأثير اكبر بكيريا. في النهاية بس طبعا كل واحد لرأيه. فينالي learning an instrument teaches us good habits. انك تتعلم آلة معينة من الآلات الموسيقى وتتمرن عليها بتخليك تتعلم عادات كويسة. we learn that we have to practice to get great results. هنتعلم من ده ان بيبقى فيه آلة موسيقى بتعزفها يعني هتستفيد بها ايها تستفيد ان هي تخليك او تفاهمك ان انت كلما تتمرن اكتر هتلاقي نتائج احسن. ده الفكرة فيها. وفي النهاية I think that we should learn more music in school. انا شايف ان احنا لازم نتعلم موسيقى اكتر في المجرس. بعد كده بقى اي سيدي بقول لك ايه كتب لبارغراف الا ICT is the most useful subject. هتقول لي in my opinion ICT is the most useful subject. دي هنقلها اكتبها هناك. دي البداية. وابدأ اقول لي بقى first of all مثلا we learn how to use computers. هنتعلم ازاي نستخدم computer and how to uh be creative. وازين نكون مبدعين. in addition مثلا ICT teaches us a lot of skills. بتعلمنا مهارات كتير. and helps us to uh to be successful in the future. مثلا تخلينا نكحين في المستقبل. finally every school should have uh computers and should uh pay attention uh to their children. كل المدارس مثلا لازين يكون فيها computer out. ولازم يهتموا بالاطفاء. to sum up ICT is an important subject and we should uh مثلا train hard or work hard to be successful in our subjects. or in our school subjects. لازم نكتهد عشان نبقى شلطار في كل المواد. مش لازم في الاي سي تي بس يعني. بس يا شباب. درس جميل وسهل وبسيط حتى ما فيش تدربات عليه هوات يعني هو كلمتين دول ودخل عطول في الدرس السابع. آآ نكتفي بهذا القدر. وان شاء الله زي ما عدتوكم هسجل لكم السابع النهاردة كمان عشان يبقى خلصنا الوحدة خالص لاني انا عارف ان اتأخرت عليكم بكتير. آآ آآ نكتفي بهذا القدر. واستبدعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.